السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في قناتي وقناتكم وقناتكم للأحباء والأحبة والأصدقاء هشام سليم وابنه أو بنته نور أو نورة على حسب انت ذكر ام 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 الاخ هشام سليم طبعا هشام سليم ممثل رائع جدا 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 بس انا ما بحبش تمثيله وابنه او بنته هو كان طالع مع اللهم اصلا عليك يا نبي شيخ الحارة واناس الدريقي وقال ان بنته او هو اتسأل انا شفتش الحلقة لسه المهم يعني اتسأل على نورة فقال لها مش تباركي لي ده تلاقي له حتة زيادة تحت تلاقي حتة زيادة تحت فعملناها نور وعمل العملية وبقت نور وتحدينا الشرقي اللي احنا فيه العالم الشرقي اللي احنا فيه ومش عارف ايه هو بعيدا عن الطريقة والطولات والميمز والحاجات اللي بتحصل عليه وانا اطلع عضحك وقاليش بس فعلا فيه ناس كده فيه ناس بتتولد بشكل تانية يعني مثلا انت تبقى هي بيت وهي لا ايا مش بيت يا ولد فاهمين اللي هو بيبقى التلستيتون عنده التلستيتون مش ضبط فيه التلستيتون الترمومتر بتاعت التلسترون مضوع فالاخ شام سليم جريء او صراحة انه يطلع يقول ويحكي ويتكلم في الحوارات دي عادي وانا شايف انه عادي يعني هو مش حاجة كومودية يعني او حاجة كده واسس حاجة مش وعدين عنها عليها و احسن ما يبقى الشخص شز فاهمين يعني دوقتي نورة بنت شايفة نفسها ولد لو هو ما كانش عملها العملية و بقت ولد ما خانتها تشز مع بناء فاهمين القز السعيد اعتقد يعني كده المهم انهاتice هو أن هذه حوار نور او نورة او اي ان هيكون هشام سليم فاهمين يعني موضوع في الانجليزي يعني ايه اذا كنت تعلمين ايه موضوع بالانجليزي كتب ليه في الت value لا أعلم ما أقوله في الموضوع تبلينا في الترجمة تحت لو عرفت الترجمة وكراك في الان اشترك زي ما اقول دايما اجتنا عادي اجيب هدوم جديد اقل هدوم اللي اضطعت علينا بشت 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 اني بحشيش ان يومي هشوف باهنا امنا امنا اه او صحيح ويجز امنا ويجز دايما اعملها بجيو تاني يا الله سلام